فوائد إضافية بالإضافة إلى مراقبة الأعراض التي تصيبكم وأسبابها يمكنكم أيضا التفكير في الفوائد التي قد يوفرها لكم المرض يبدو لكم الأمر أقرب إلى الجنون فلا أحد يريد أن يكون مريضا أو يمكنه الاستفادة من حالته المرضية مع ذلك فالمرض ليس دائما تجربة سلبية وقد تشاركون فيه بشكل لا واع أكثر مما تدركون المرض يمحو كافة المسائل الأخرى ويركز طاقتكم كلها على أنفسكم ويتيح لكم فرصة التخلي عن الأمور التافهة وغير الضرورية فتصبح الحياة ثمينة جدا في نظركم إذا استطعتم الدخول كليا في هذه الحالة فإن المرض يفتح قلبكم وعيونكم على أولوياتكم الحقيقية أنتم تركزون في أغلب الأحيان على وجه المرض الذي يسمح لكم بالإشفاق على الذات ولكن أي حالة تسبق الأخرى؟ هل المرض هو الذي يشعركم بالعجز وعدم الأهمية؟ أو الشعور بعدم التقدير هو الذي يصيبكم بالمرض؟ يمكن للمرض أن يساعد وضع صعب أو إزاحة المسئوليات عن كاهلكم هل يلهيكم مرضكم عن مواجهة أوضاع معينة؟ هل يوفر لكم طريقة لتجنب مشاعركم؟ ما هي النشاطات التي تمنع عليكم؟ يمكن لنوبة من الصداع أن تنقذكم من القراءة بصوت عال في الصف أو من زيارة آل زوجكم زوجتكم ويمكن لساق مكسورة أن تؤجل عرس أو عطلة في حين أن طفرة جلدية تعفيكم من بعض الحميمية كيف يغير مرضكم أو مشكلتكم ظروفكم؟ هل هناك من فوائد لحالتكم المرضية؟ يمكن للأطفال وحتى للمسنين استخدام المرض بشكل لا واعي لإجتداب الاهتمام كم من مرة أصيب بحمة مرتفعة فيما كنتم تهمون بالذهاب إلى المسطلة؟ عندما يكون الطفل مريضاً تحيطه أمه عادة باهتمام وعاطفة أكبر من أي وقت آخر هل يختلف الأمر عند الراشدين؟ هل مرضكم صرخة لا واعية تطالب بالعاطفة والاهتمام والرعاية؟ هل يمكنكم القول للآخرين أنكم بحاجة إلى الاهتمام والرعاية؟ هل تناضلون بمفردكم وتحاولون التغلب على مشاكلكم لوحدكم لكي لا تزعجوا أحداً؟ أم أنكم تنتظرون من الآخرين أن يعرفوا ما تحتاجون إليه من دون أن تقولوا لهم؟ قد مرض طريقة طبيعية جداً لإيجاد المواساة والتعزية والحصول على الرفقة التي نحتاجها هل مرضكم يجعلكم تشعرون بأنكم أكثر أهمية وأنكم محبوبون أكثر؟ هل سيستمر أصدقائكم وأفراد عائلتكم بالاهتمام بكم إذا كنتم بصحة جيدة؟ هل تخشون التغيرات التي قد يحدثها شفاءكم في علاقتكم مع الآخرين؟ هل تتشبثون بأحباءكم عن طريق مرضكم؟ أو أنكم تمنعون الآخرين من الاقتراب منكم؟ لمرضكم تأثير عميق أيضاً في علاقتكم العائلية إذ تتبدل الأدوار وتنشأ دينماكية جديدة في الكثير من الأحوال يمكن أن تؤدي إلى نتائج مفيدة فالمرض يسمح للزوج باكتشاف الناحية العاطفية منه وإظهارها كما يسمح للمراهقين بالمشاركة والمساهمة أكثر من قبل في الشؤون العائلية عندما لا تعودون قادرين على القيام بالأمور التي لطالما قمتم بها سواء كان ذلك في البيت أو في العمل يصبح من الضروري أن يتدخل أشخاص آخرون في حين لتوجب عليكم أن تتعلموا كيف تتخلون عن بعض مسؤوليتكم؟ كيف تشاركون الآخرين بعضها الآخر؟ وهذا ليس بالأمر السهل فكثيرا ما ننسحب إلى أعماق ذواتنا وندخل في معركة صامتة بين إرادتين هل كانت علاقتكم مهددة بالإنهيار قبل إصابتكم بالمرض؟ أو في ذلك الوقت بالتحديد؟ هل كنتم خائفين من خسارة شخص ما؟ هل تمارسون ألعاب الشعور بالدم واللوم؟ هل تشعرون ببعض الرضا عندما يضطر شريككم إلى البقاء في البيت للاهتمام بكم؟ أو هل أن مرضكم قد وفر لكم ولا شريككم فرصة لتقاربوا أكثر ولتتصرفوا بمزيد من الحب؟ كما يمكن أن ينشئ المرض من بعض الذات ومن الخزي كما يمكن أن ينشئ المرض من بغض الذات ومن الخزي هل لديكم مشاعر خزي وخجل محبوسة تتآكلكم؟ هل ارتكبتم شيئا تشعرون أنه سيء جدا أو مخزي؟ هل أخبرتم أحد به؟ أو إنكم تحبسونه داخلكم حيث تعتقدون أن لا أحد يمكنه رؤيته؟ هل تشعرون أن مرضكم هو نوع من العقاب على هذا الفعل السيء؟ هل تشعرون أنه من المستحيل أن تكونوا بصحة جيدة لأنكم قدرون وسيئون ولأن المرض هو كل ما تستحقونه؟ تبدو مواجهة الحياة أحيانا مثيرة للضغط أكثر مما يمكننا احتماله ويمكن للمرض أن يمنحنا مخرجا لائقا وعذرا لعدم اضطرارنا لتلبية مطالب الآخرين إذا كان سبب المرض هو الضغط النفسي فلماذا تجدون أنفسكم وتضغطون عليه لهذا الحد؟ هل تحاولون إثبات شيء ما لشخص ما؟ لأهلكم مثلا؟ هل النجاح يستحق العناء؟ إذا كنتم غير قادرين على الاستمتاع به بسبب اعتلال صحتكم أو أنكم تريدون في الحقيقة الابتعاد والهروب لافتفادي شيء ما؟ هل يخبئ المرض خوفكم من الفشل؟ عليكم أن تكونوا صادقين جدا بشأن شعوركم أثناء المرض والطريقة التي يؤثر بها على حياتكم إحدى الطرق التي يمكن اتباعها للقيام بذلك تقضي بأن تتصوروا شخصا يقدم لكم حالا دواء فوريا ناجعا يشفيكم تماما ويخلصكم من الأطباء والمشاكل على الفور فما هو شعوركم حيال هذا الاحتمال؟ أي تأثير سيكون له عليكم وعلى حياتكم وعلى علاقتكم مع الآخرين؟ قسمك يتكلم اسمه